احنا دلوقتي فيه ايام مباركة ضيوف الرحمن بدأوا يتوافدوا في صورة جميلة جدا صورة بيضاء كده حنشوفها ان شاء الله حوالين الكعبة خلال ايام المقبلة السؤال اللي بنسأله كيف أستعد كحاج لهذه الرحلة الاهم في حياتي هي الرحلة الايمانية والروحية الاهم في حياة كل انسان وربنا يا رب يكتبها لكل مشتاء يعني لو بدأت من هذه اللحظة أستعد لهذه الرحلة ونويت أن أقوب بأداء فريدة الحاج لهذا العام ما الذي يجب أن أقوب نعم ده سؤال مهم جدا ونحن بنقول لكل انسان يريد أن يحج بيت الله الحرام وعزم النية اعلم أن الله قد استفاق ومن عليك إذ أراد بك أن تزور بيته واعلم أنك ضيف الرحمن الله جل هو الذي يضيفك وهو الذي استفاك لتكون في من يطوف في بيته ومن يسعى في بيته فاعلم أن هذه منحة لك وإذا كانت المنحة عظيمة يا دكتور تحتاجه لكثير من الإعدادات وكثير من الترتيبات إحنا لما نكون رايحين أي رحلة نبقى حرصين إحنا نشوف إيه اللي إحنا محتاجينه وأنا بقول الحاج ماذا تريد من رحلتك أو أنت رايح ليه أنا أريد يا مولانا أن أرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفص ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدت أم أقول لا استنى أنت محتاج تعمل لك تجاهز كأشان تطق وتجاهز نفسك قبل ما تتحرك من بيتك واجب عليك أمور ينبغي أن تتعلمها أولا الأمر الأول التوبة إلى الله عز جل ورد المظالم لأصحابها فلو أن بينك وبين أحد الناس مظلمة فأقول لك كما قال النبي صلى الله ما كانت له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه اليوم قبل أن لا تكون درهما ولا دينار يعني أنا ظلمت حد أنا اعتدت على حد أنا أخذت مل حد أنا عملت أي مصدر حد بكل حد ولو حتى بوجه قابلته بوجه سيء يعني بقشرت فشه وهذا ترتب على هذا السلوك مشكلة بالنسبة لهذا الإنسان أقول لك فليتحلله منه اليوم ده كلام سيدنا النبي ليه سيدنا النبي قال لك قبل أن لا يكون درهما ولا دينار أروح أقول له يعني لواجه الله أستسمحك يعني سامحني طب يقول لنا أصلا ما ظلمتوش أصلا ممكن يكون حصل سوء تفاهم أقول لك المكان اللي انت رايحه مش محتاج الكلام ده أقول له أخي سامحني الوجه الله لطالما كنت ظالما له لطالما أسأت في حقه لطالما أعتديت عليه يبقى نتوب لله عز وجل ونرد المظالم لأصحابها الأمر الثاني أقول لك احرص أن يكون الحاج من خالص مالك الطيب لا يدخل فيه مالك قبيس ليه؟ لأننا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن فيه مجموعتين فيه جماعة لما أقول لبيك لبيك اللهم لبيك فأقول لبيك وسعديك والخير بيديك زادك حلال حجك مبرون غير مأجور وفيه صنف تاني أقول لبيك هيقل له لا لبيك ولا سعديك ليه؟ لأننا ذهبت وتعبت وتبهدلت وكذا ليه كلام دي يا سيدنا النبي؟ مش طبيعي كده لأن زادك حرام مسيرتك حرام طعامك حرام أنت ماشي بكل التكت المالي بتاعك كل الفيزا كارتك كلها حرام فينوب من الحج التعب البادلة فلما تجد حج كن حرص أن يكون من المال الطيب الخالص الأمر الثالث بقول لك وانت ريحت حج يجب عليك أن تتعلم فقه الحج ليه فقه الحج؟ عشان ما تقعش في مفسدة من المفاسد أو تقع في حرج من هناك وربما يكون مفسدا لحجك أصلا وأنت لا تدري طب بس يما قلنا الأمر صعب والأمر مش ميسور وقعد أتعلم أقولك الأمر أصبح ميسور جدا قديما العلماء كانوا حريصين أن يخصوا مناسج الحج بمؤلفات خاصة بالحج وإحنا في الهيئات العلمية الآن عندنا في مركز الأزهر العلمة الفترة الإلكترونية عملنا دليل اسمه دليل الحج والغمرة صغير جدا كل معلومات الحج التي يريدها الحج والأمور التي تعني الحج والمسائل التي يحتاجها للحج مزود بالصور وده سهل جدا أن نحصل عليه مجاني من الأزهر الشريف مركز الأزهر العامل الفتوى موجود على كل الوسائل الإلكترونية ممكن في تليفون حضرتك في الآيباد موجود مع حضرتك في كل مكان تعلم فقه الحج ليه بتعلم فقه الحج عشان أنا أعرف وأنا بسحع إيه حكم الساعة عشان أنا أعرف حديث سيدنا النبي من حج فلم يرفص فبالتالي لا أدخل في هذا الباب عشان أنا حريص وأنا وقف بعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أعرفة كلها موقف ورفوعا بطنورا أنا متعلم تلك الأحكام يعود علي هذا يا أستاذنا الكريم أن الحاج لما يذهب لهناك هو منشغل بعبادته منشغل بطاعته منشغل أن يحقق أعلى الدرجات حريص على أن تكون عبادته عبادة سليمة عبادة صحيحة ليس فيها شيء من هذه الأمور التي تفسدها وبالتالي يكون إن شاء الله إذا كان الحد صحيح نسأل الله أن يكون مبرورا وأن يعود من هناك كيوم ولدت أمه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم